محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمام محمد زينات الدنيا وبهجتها محمد كشيف الغمات والظلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحلم منزلة فوق العفو بل هو عفو وإحسان ولقد كان صلوات ربي وسلامه عليه الآية الكبرى في الحلم والعفو والصفح ومجازات سيئة بالحسنة نتحدث وإياكم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس عن بعض المواقف من حلمه صلوات ربي وسلامه عليه قال سبحانه فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وخاطبه الحق سبحانه فقال فاعفوا عنهم وشاورهم في الأمر وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه عظيم الحلم لا يقابل السيئة بالسيئة بل يعفو ويغفر ويصفح من تقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله روى الشيخان وأبو داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما خجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما من اليسر أي أسهل الأمرين ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أي إذا كانت نفسه التي أوذيت لا ينتقم إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها ولقد اتسع حلمه صلى الله عليه وسلم لجميع خلق الله حتى لأعدائه الذين آذوه فلما كانت غزوة أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرح في شفته السفلى وشجأ في وجهه الشريف حتى سال منه الدم جعل صلى الله عليه وسلم ينشف ذلك الدم لألا ينزل على الأرض وهو وأمنا فاطمة الزهراء عليه السلام وسيدنا علي كرم الله وجهه الكل ينشف ذلك الوجه الشريف من الدم لألا يقع الدم على الأرض لماذا؟ لماذا كل ذلك الحرص منه صلى الله عليه وسلم لألا يقع دمه الشريف على التراب لأنه قال بعد ذلك وهو ينشف ذلك الدم قال لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم العذاب من السماء ما أحلمه ما أحلمه صلوات ربي وسلامه عليه يصيبه أعداءه بالأذب ويشج وجهه الشريف ويسعى لأن لا يصل دمه الشريف إلى الأرض لألا يسخط الله عليهم بعذابهم من السماء ولما رأى ذلك الصحاب الكرام شق عليهم فقالوا يا رسول الله لو دعوت عليهم فقال الرحمة المهدات صلوات ربي وسلامه عليه إنما لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة اللهم اغفر لقومي وفي رواية اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون طلبت صحبه الدعاء عليهم وبغفر الذنوب كان الدعاء ذلك الحلم لا يقاس به حلم وإن جل في الوارى الحلماء وقف سادتنا عند ذلك الحلم فقالوا كان يكفي أن لا يدعو عليهم ويكون قمة في الحلم لأن دعاءه مستجاب فهو لم يكتفي بأن لم يدعو عليهم بل لم يدعو عليهم ثم دعا لهم بأعظم ما يرجوه كل أحد الهداية والمغفرة اللهم اغفر لقومي والله هم اهدي قومي ثم نسباهم إليه يا رب هؤلاء قومي شفاعة فإن كان لي عندك قدر فهؤلاء قومي فاهديهم إلى سوي الصراط مستقيم ثم اعتذر لا هم عند الله فإنهم لا يعلمهم معاني الحلم الرباني مستمد من الحليم سبحانه وتعالى ومن مظاهر حلمه كذلك وعظيم عفوه قصة سيدنا زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود الذي أسلم ببركة حلم مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد عن سيدنا زيد بن سعنة أنه قال لم يبق من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه لأنه كان من أحبار اليهود عنده أوصاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة إلا اثنتين لم أخبرهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه وهم القاربان يعني أن الجهل عليه بمعنى التعدي عليه وأنحو ذلك لا يزيد منه إلا حلمه ولا يسبق جهله حلمه بل لا يجهل على أحد وإنما يقابل كل أحد من الحلم فأراد سيدنا زيد أن يختبر هاتين صفتين قال فكنت أتلطف له أي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أخالطه وكان لازال على يهوديته وعلى دينه وعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرف حلمه وجهله فابتعت أي اشتريت منه تمرا إلى أجل فأعطيته الثمن كان صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري إلا أن أغلب ما كان منه الشراء البيع كان محسوبا هذه واحدة منها اشتريت منه ثمرا دفعت الثمن على أن أخذ الثمر بعد أسبوعين أو ثلاث أو نحو ذلك فأعطاه زيد الثمن ذهبا واتفقوا على أجل معلوم يقول سيدنا زيد فلما كان قبل مجيء الأجل بيومين قبل الوقت أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم فأخذت بمجامع قميصه وردائه إلى عنقه هذا الجهل وإنما يفعل هذا لا يجد أن يختبر فأخذت بمجامع ثوبه إلى عنقه ونظرت إليه بوجه غليظ ثم قلت ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله إنكم يا بني عبد المطالب مطل قمة الجهل العمل تصرف قبيح القول القاسي ثم نسبة العائلة كلها يا بني عبد المطالب كلكم مطل والمطل أولئك الذين يحينوا الأجل ليردوا ما عليهم من الدين أو يدفعوا ما عليهم فيؤخرون إلى أيام أو إلى شهور فاستنقاص وذكر بسوء للعائلة الشريفة كلها كان سيدنا عمر رضي الله عنه حاضر في هذا الموقف فقال عمر لسيدنا زيد ونكن أستمقى بعده قال أي عدو الله تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع فوالله لولا ما أحاذر فوته لا ضربت بسيف رأسك ما أحاذر فوته هو العهد الذي كان أعطاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود على أنه في أمان قال لولا أنني أحاذر أن أضيع الأمان الذي أعطاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضاروت عنقك ولا استشرت في أحد وهذا هو المحب للجناب النبو الكريم هنا تجلى الحلم المحمدي فقال ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إذي وإلى عمر سيدنا زيد يحكي انظر إلي وإلى عمر بسكون وتؤدة وتبسم وهنا هنا التمكن الأمر فيه غلظة وكلام قاسي من هذا ومن هذا نحوه من سيدنا عمر نحو هذا المشرك على ما قال في هذا الحال فيه الغضب ونحو ذلك سيد الوجود صلى الله عليه وسلم سكون وتؤدة وتبسم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر يا عمر أنا وهو زيد كنا أحوج إلى غير هذا منك أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي أو المطالبة أو الاتباعة كما في روايات ثم قال اذهب يا عمر فقده حقه وزده عشرين صاعاً أعطي حقه زدها عشرين صاعاً مكان ما رعته أي روعته قول الذي قلته له أضرب رأسك وأقطع رأسك الروع الذي دخل قلبه يستحق منه الزيادة ولم يوجه له كلاماً لدك الذي آذاه هذا معنى الحلم يعني شيء فوق المغفرة إنما التفت إلى صاحبه ولام صاحبه وجاز دك الذي آذاه بالقول والفعل فقال اعطوه حقه وزيدوه وفي رواي أخرى أنه نبهه وقال لم يحن الأجل بعد بقي الأجل يومين لكن مع ذلك قال اعطوه تمره وزيدوه لما وقع منه قال سيدنا زيد فذهبت مع عمر إلى بيت المال لأخذ التمر وقلت والله يا عمر ما حملني على ما رأيتني صنعت إلا أني كنت ورأيت صفاته التي في التوراة كلها كل ما عندنا في التوراة رأيتها عيانة إلا الحلم لم أكن قد رأيته بعد فاختبرت حلمه اليوم فوجدته على وصف التوراة وإني أشهدك سيدنا زيد يشهد سيدنا عمر وإني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله وأن هذا التمر الذي كان اشتراه وشطر مالي نصف ما عند من المال إلى فقاراء المسلمين وأسلم سيدنا زيد وأسلم أهل بيته كلهم إلا شيخا كبيرا غالبت عليه الشقوة سأل الله السلام والعافية هذا العطاء المحمدي إسلام سيدنا زيد وإسلام كل من في بيته وهذا النعم آثارها بل سببها حلم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ليعلمنا معاشر المؤمنين أننا ننال بالحلم والرفق ما لا نناله بالشدة ومن الوقاع التي يتجلى كذلك فيها عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه تحمله أذى المؤذين عليه والغلدة من الأعراب ومقابل ذلك بالسماحة والعفو روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قال فقمنا حين قام ثم قام سيدنا رسول الله عليه وسلم فقمنا حين قام فنظرنا إلى أعرابي أتاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبه جذبة شديدة أدارت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر البرد في رقبة الشريفة في عاتقه لأن البرد الذي كان عليه غاليظا العمل من الأعرابي قاسي في قصوة كانوا على ذلك الغلدة ثم قال الأعرابي من غير أن يقول يا رسول الله أو يا نبي الله أو نحو ذلك بل قال احملني على بعيري هذين وأشار إلى بعيرين عليه ما ما يوضع فيه من الطعام احملني يعني أملأهما لي من الطعام فإنك تعطيني من مال الله الذي عندك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك عمل قاسي وقول شديد وغلضة في الأفعال والأقوال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سكت عنه هنيها ثم قال أستغفر الله يعني حقا المال مال الله ليس مالي ولا من مال أبي ولا أحملك حتى تقيدني من جبذاتك التي جبذتني يعني أستغفر الله المال مال الله نعم وليس مالي ولا ما أبي وسأعطيك سأملأ لك ناقتيني بما تريد من الطعام لكن بعد أن تقيدني أي أقتص منك وأفعل بك من جذب ما فعلت بي فقال أعربي ولا أقيدك يعني تعطيني المال ولا تقتص مني فقال عليه الصلاة والسلام لما فقال أعربي لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة فضحك المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ثم دعا رجلا وقال له احمل له على بعيريه هذين احمل له على بعير تمر وعلى الآخر شعير فذهب الرجل قد نال من حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة وتعلمت الأمة من هذا الحلم النبوي الكريم كيف يجب أن يكون محب هذا النبي الكريم ومطالع شمائله الكريمة لقد كان صلى الله عليه وسلم واسع الحلم في نفسه يعفو ويصفح ولكن إذا انتهكت حرمة في جانب من جوانب دين الله انتقم لله سبحانه فإنه لما شجق وجهه الشريف يوم أحد وكانت الإذاية عليه على ذاته عفى أصفح وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وسعى إلى أن لا يقع الدم على الأرض لأن لا يقع عليهم العداب لأن الإذاية كانت على ذاته لكن لكن لما شغلوه عن الصلاة يوم الخندق في غزوة الخندق لما شغلوه عن صلاة العصر لم يأفوا ولم يدعوا لهم بل دعا عليهم فقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس حديث البخاري مسلم يأخذ من هذا أن العفو والصفح ومقابلة الحسنة مقابلة السيئة بالحسنة في قبيل ذاتك أيها المؤمن في قبيل نفسك وعرضك إن شئت ونحو ذلك أما فيما يتعلق بدين الله فالعفو فيه ضعف العفو قوة فيما يتعلق بنفسك وضعف فيما يتعلق بذات الله حينما تعلق الأمر بشرع الله بالصلاة لم يعفوا ليعلمنا حدود العفو والصفح أن يكون فيما يتعلق بنا أما فيما يتعلق بالله سبحانه وبدينه فإن القوة أن ينتقم لدين الله هذه كانت أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سعة الصدر والعفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فاللهم اكرمنا بهذه الأخلاق النبوية الكريمة واجعلنا ممن يقتبي بمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمام محمد زينات الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمات والظلام